لَن تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ هذا برنامجكم مما تحبون نلتقي في هذه الجمعة المباركة بحمد الله وتوفيقه حتى نتذاكر شيئا في فريضة الزكاء وقبل أن نخوض في هذه الفريضة والكلام في الفريضة أحببنا أن نقدم مقدمات تتعلق بفريضة الزكاء واليوم في الدرس الثامن في حديثنا حول الزكاء سنتكلم على نقطة وهي آداب في الزكاء آداب تتعلق بأمور الزكاء وبداية يجب أن يعرف الإنسان أن الشريعة الإسلامية عندما نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام إنما نزلت من أجل أن تؤدب الناس وتهذب النفوس وتلين قلوبهم وترقق قلوبهم حتى يجتمعوا كلهم على كلمة سواء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أدبني ربي فأحسن تأديبي أدبني ربي فأحسن تأديبي فقد أدبه الله تبارك وتعالى أدبه بماذا؟ أدبه بالقرآن الكريم أدبه بالوحي الذي كان ينزل عليه فكان يعلمه ومن ضمن ذلك أيضا لا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاع بنميم أنزل عليه الصلوات الدعاء كل ذلك حتى يربطه بالله تبارك وتعالى فصدق فيه بعد ذلك قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم لماذا كان على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام لأنه عمل بالقرآن الكريم وعمل بهذا الوحي المنزل والمطهر فكان كأنه قرآن يمشي على وجه الأرض عليه الصلاة والسلام كذلك الحال عندما ننظر إلى الفرائض والشرائع التي ألزمنا الله عز وجل بها وطالبنا بها هذه الشرائع وهذه العبادات والقربات ما جاءت إلا لكي تربطنا بالقرآن الكريم تربطنا بالسنة النبوية المطهرة تربطنا بالله تبارك وتعالى تربط المسلمين بعضهم ببعض وهكذا هي العبادات التي شرعت في دين الإسلام ما شرعت إلا لأجل أن يتعالف الناس فيما بينهم وبين بعض ويتحابب بعضهم إلى بعض فالشرائع كانت عبارة عن سلوكيات وأدبيات إذا نظرنا إليها من جانب حتى يرتبط الناس بالديانة فريضة الزكاء التي سوف نتحدث عنها بارك الله فيكم أيضا فرضت وشرعت لأجل آداب معينة يلتزم بها الإنسان أدبت المزكي أدبت الإنسان الذي سوف يأخذ الزكاء آداب سوف نتدارس بعضها ونترك لكم البعض الآخر حتى تستقونه أنتم من شريعة الإسلام من ضمن الآداب التي أدبتنا بها أو بسببها أو تأدبنا بسببها في هذه الشريعة الإسلامية وبهذه الفريضة التي فرضت علينا فريضة الزكاء وهي مسألة المكاسب والبحث عن المكاسب الإسلام عندما فرض الزكاء فرضها في أموال ينبغي أن تكون جاءت من أوجه حلال وحتى يخرج الإنسان زكاته لابد أن يخرج أموالا هي من الحلال يعني مسألة المكاسب والأموال لم تتركها الشريعة هملا إنما دلتنا على أن المكاسب ينبغي أن تكون من أوجه مشروعة وليست من أوجه مشبوهة أو أوجه محرمة لأن الأوجه المحرمة والمشبوهة إذا أكلها الإنسان سوف يأكل شيئا لا يرضى عنه الله إذا جاء ليتصدق ويخرج الزكاء لا يرضى الله عز وجل عن ذلك فالزكاة جاءت حتى تؤدب الإنسان من باب المكاسب كي يكسب حلالا يعني الإنسان إذا أراد أن يزكي وأن يتصدق إذا كانت أمواله حرام لا يقبلها الله عز وجل منه فالزكاة إذا أردت أن تزكي سوف تؤدب نفسك ابتداء يجب أن يكون مكسبي من الحلال ومكسبي من الأبواب المشروعة حتى إذا ما أخرجت شيئا من النقود ومن الزكاة يقبلها الله عز وجل مني هناك أشياء وأحاديث تخدم هذا المبدأ من ضمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب الطيب هو الحلال الطيب هو المباح الطيب هو الذي يرضى الله عز وجل عنه إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لا تأكل الحرام والخبيث بل كل الطيب مما رزقك الله وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا أمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات وأمر المؤمنين أيضا بأن يأكلوا من الطيبات ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر ربما ذي طمرين أشعث يعني شعره غير مهتم به أغبر عليه غبار يخرج ويسافر ذي طمرين ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فيرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي فأن يستجاب لذلك كيف يستجيب الله عز وجل لإنسان مطعمه من الحرام ومشربه من الحرام ومأكله من الحرام وملبسه من الحرام وغذاءه كله من الحرام هذا إذا دعا لا يقبل الله عز وجل منه لأن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لسعد بن أبي وقاص يا سعد أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة أطيب مطعمك كل من الطيب لا تأكل من الحرام والخبيث لأن الذي يأكل المال الحرام لا يقبل الله عز وجل منه ثم ذكر الرجل قلنا أشعث أغبر ذي طمرين ويمد يديه للسماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك لا يستجيب الله عز وجل له لأن ما كاسبه كانت من الحرام وهناك حديث آخر أيضا رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب يعني بثمن تمرة ولو بثمن كم ستكلف تمرة واحدة دراهم معدودة من تصدق بهذه الدراهم المعدودة بس من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها منه ويربيها لهم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل انظروا يقبل الله عز وجل منك ولو الشيء اليسير من أجل ذلك قلنا أن الإنسان ينبغي إذا أراد أن يزكي وأن يخرج صدقاته أن تكون مكاسبه من الحلال لأن صاحب كسب الحلال هو الذي يقبل الله عز وجل منه انظروا إلى الزكاة كيف أن فيها تأديب للنفوس ربما دون أن نشعر دون أن ندري تؤديبك حتى تكون مكاسبك من الحلال وهذا أدب من الأداب الموجودة في الزكاة أدب آخر من الأداب الموجودة في الزكاة وهي معالجة مسألة المن في العطية المن في العطية المن هو أنك تجد إنسان يتجمل عليك لما يعطيك المال تجد إنسان مثلا يريد أن يحسسك ويشعرك بأنك بدون ماله ربما لا تساوي شيء وهذا اسمه المن والمن هذا إذا وجد أثناء الصدقة وأثناء الزكاة يبطلها ويسقطها يعني إذا أخرجت زكاتك يا عبد الله أو أخرجت صدقة من الصدقات وأعطيتها للمحتاج أو الفقير لا تمن عليه بذلك لا تقول له أنت بأموالي اشتريت الملابس لا تقول له أنت بأموالي أصلحت من شؤون حياتك لا تقول له أنت لولا أموالي لم يحدث لك شيء أو لم يكن لك شيء هذا اسمه من المن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى هذا إذا كنتم من الذين آمنوا لأن الآية ابتدأها الله عز وجل بالذين آمنوا قال يا أيها الذين آمنوا ربط المسألة بالإيمان لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى لا تمن على الناس ولا تتجمل على الناس حتى لا تبطل الصدقة التي تصدقت بها أنت عملت وكنت تكد وتكدح حتى تأتي بالأموال عندما جلبت الأموال وأردت أن تتصدق بشيء منها لماذا تمن على الفقير وعلى المحتاج بهذه الأموال إذا حدث منك من يبطر الله عز وجل منك الصدقة ولا يقبلها منك قال الله عز وجل أيضا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون انظروا أصحاب الصدقات عن قلب طيب وقلب رضي ولسان هني ولا يمنون بصدقاتهم وبعطيتهم هؤلاء سوف يرحمهم الله عز وجل سوف يسري ميزان حسناتهم قال الله عز وجل ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم أجرهم محفوظ لا يضيع عند ربهم ولا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا هم يحزنون لا يحزن هذا الكلام يؤخذ منه بمفهوم المخالفة أن الذي يمن ليس عنده أجر عند الله لأن الذين لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذن لهم أجرهم الذين يتبعون ما أنفقوا من وأذن حرموا من الأجر هكذا هو مفهوم الآية بمفهوم المخالفة أيضا قال الله عز وجل ثم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لا تخف عن أجرك لا يضيع لا تخف عن أموالك سوف يعودك الله عز وجل خيرا أما الذي يمن بالعطية وبالصدقة وبالزكاة فهذا هو الإنسان الذي حق له أن يخاف لأن مفهوم المخالفة يقول إذا مننت بصدقتك وزكاتك وعطيتك ينبغي عليك أن تخاف لأن أنت سوف لن يشملك قول الله عز وجل وما أنفقت من شيء في سبيل الله أو أنفقت من شيء فهو يخلفه لا يخلف الله عز وجل عليك لأنك أنت كنت تمن بالعطية ولا هم يحزنون إذا كانوا لا يمنون على الناس بينما الذي يمن ينبغي أن يملأ قلبه بالحزن والأسى أنت أنفقت أنت تصدقت وأعطيت وكل ذلك يضيع منك ويذهب هباء بسبب المن الذي في قلبك يعني بعض الناس كان من الفقراء فاشتر له رجل حذاء رآه بحذاء مقطع ممزق اشتر له حذاء جديدا وأعطاه إياه وقال له إلبس هذا فلبس الحذاء فصار يمشي وراءه ويقول له لا تدخل إلى الماء بهذا الحذاء وبعد قليل لا تضرب الحجارة بهذا الحذاء سوف تمزقه وتقطعه وبعد قليل يقول له إلبس الحذاء بهدوه ولا تربط الخيط بقوة حتى لا يتقطع منك الحذاء فكل الناس عرفوا قصة الحذاء وأنه هو الذي اشتر له الحذاء بسبب المن في هذه العطية فسمعه رجل آخر فاشتر له حذاء آخر وقال له أسألك بالله أن ترد عليه حذاءه وتأخذ مني هذا الحذاء أنا تصدقت به لوجه الله هكذا قال له فرد الرجل الأول الحذاء للأول ولبس الحذاء الجديد فصار الجديد يمشي وراءه ويقول له ادخل بهذا الحذاء إلى الماء دس بهذا الحذاء في الطين اضرب به الحجارة ولا يهمك فكأنه يقول له أيضا أنا الذي اشتريت لك هذا الحذاء المن بالعطية مسألة من المسائل التي عالجتها الزكاة في هذه الشعيرة أو الفريضة العظيمة التي فرضها الله عز وجل على الناس هناك حديث في صحيح مسلم حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ورواه الإمام أحمد ورواه أكثر من واحد من أهل السنة حديث أبي ذر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثلاثة من الناس هذا حالهم لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم ولا ينقيهم فقال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا من هم هؤلاء الثلاثة حتى لا نكن منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسبل إزارة والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة مع من يكلم الإنسان بحاجة إلى أن يرضى الله عز وجل عنه بحاجة إلى أن يقبله الله عز وجل تصوروا لو أن الله عز وجل أبعد إنسانا يوم القيامة وقال له لا أكلمك ولا أرضى عنك وكلام من هذا القبيل أكان يسرك يا عبد الله الذي يوصلك إلى هذه الحالة هو المن بعطيتك لا تمن على فقير أعطيته شيئا لا تمن على محتاج تصدقت عليه أو وهبت له شيئا لا تمن على إنسان أخرجت زكاة مالك وأعطيتها له اعطيه ولا تكلمه ولا تمن عليه حتى تفوز بالرضى بالرحمة بالمغفرة بالأجر العظيم بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وحتى يكلمك الله عز وجل يوم القيامة وينظر إليك الناس بحاجة إلى أن ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة نظر رحمة نظر عفو عفو فإذا كنت لا تمن بعطائك أعطائك سوف يكلمك وينظر إليك أما إذا كنت تمن بعطيتك على الفقراء والمساكين والمحتاجين لا يكلمك الله ولا ينظر إليك ولا يزكيك يوم القيامة لا يطهرك من ذنوبك تبقى هكذا بآثامك وما تحملت من ذنوب وأخطاء لكن إذا امتنعت من المن سوف تحظى بأن يكلمك الله وأن يرضى عنك الله عز وجل ويزكيك يوم القيامة ويقبلك انظروا كيف أن الصدقات والزكوات جاءت حتى تهذب الناس وتمنى عنهم مسألة المن هكذا هي فريضة الزكاة تؤدب أصحابها في كيفية التعامل مع الناس أدب آخر من أدب فريضة الزكاة وهي مسألة إعلام الفقير بأن هذا المال مال زكاة يأتي إنسان لفقير ويقول له امسك هذا المال وهذا من مال الزكاة هل يقبل الفقير ذلك هل لو كنت أنت مكانه كنت تقبل أن يقال لك خذ هذا المال هذا مال زكاة الناس عندما خلقهم الله عز وجل وأوجدهم أوجد فيهم شيء اسمه عزة النفس فكل إنسان عنده عزة نفس لا يريد أن يري للآخرين أنه يأخذ أموال زكاة هكذا هو طبع الإنسان لا يريد أن يري أبنائه وزوجته أنه يأخذ أموال زكاة فلماذا أنت تأتي وتعطيه المال وتخبره بأن هذا المال مال زكاة يقول الحسن البصري عليه رحمة الله وقد سئل هل إذا أعطيت مال الزكاة للفقير والمسكين والمحتاج أخبره أن هذا المال مال زكاة فقال الحسن عليه رحمة الله إذا أعطى لمن ظن أنه فقيرا لم يحتج إلى أن يخبره بأن هذا المال مال زكاة إذا أعطى لمن ظن أنه فقيرا أنت رأيت إنسان وظننت أن هذا الإنسان من الفقراء أو من المسكين لم تحتج لا ليس هناك حاجة لأن تخبره بأن هذا المال مال زكاة قال الحسن لما تقرعه بهذه الكلمة لما تريد أن تقرعه بهذه الكلمة انظروا قرع سماها لماذا تقرعه لماذا تصدمه بهذه الكلمة وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله أيضا نفس السؤال هل إذا أعطينا الإنسان الفقير زكاة المال نخبره بأن هذا المال مال زكاة هذا في مسائل أبي داود رحمة الله عليه السجستاني فقال له ولما يبكته بهذا القول يعطيه ويسكت يعطيه ويسكت ما حاجته إلى أن يقرعه لماذا تقرعه بهذه الكلمة فالزكاة جاءت حتى تؤدب الناس في كيفية التعامل مع الآخرين حتى عندما تتصدق حتى عندما تزكي يا أخي الكلمة شديدة وصعبة وأليمة على النفوس والصدور أنا لا أتكلم عن الناس الذين هم لم يتحملوا صدقات أو زكوات أنت لم تقف في مثل هذا الموقف لكن أنا أتكلم بشعور الإنسان الآخر الذي يأخذ الزكاة ويأخذ الصدقة إذا جئت تعطيه وتقول له امسك هذا هذه صدقة سيأخذه المال لأنه بحاجة إليه لكن كلمة هذه صدقة تجرحه ربما بها إذا قلته إليه تجرحه ربما تؤلمه خاصة إذا كان بجانب أبنائه أو بجانب زوجته أو يأتي إنسان يطرق باب إنسان ويقول لزوجته أو أبنائه هذه أموال أموال زكاة أعطيها لزوجك عندما يأتي أو أعطيها لوالدك عندما يأتي الأبناء سوف ينشأون على أن والدهم يأخذ من الزكاة ربما تقل قيمته في أنظارهم فلماذا قرع الناس بمثل هذه الكلمة لماذا قرع الناس بمثل هذه الكلمة أن هذا المال مال زكاة وقد صدق الإمام أحمد قال أعطيه واسكت لما تقرعه بهذه الكلمة لما تبكته بهذه الكلمة وهذا ما قاله الحسن البصري إذا أعطى لمن ظن أنه فقيرا ليس هناك حاجة أو لم يحتج إلى إخباره بأن هذا المال مال زكاة أتريد أن تقرعه أتريد أن تصدمه بهذه الكلمة أداب من الأدبيات التي أدبتنا بها الزكاة إذا أعطيت لفقيرا لا تصدمه بهذه الكلمة قد يقول قائل في زكاة المال نحن مطلوب مننا التحري فكيف نجمع بين التحري وبين عدم إخبار الرجل بأن هذا المال مال زكاة أنا مطلوب مني أتحرق وهذا الكلام صحيح وهناك فرق يجب أن يعرف الإنسان بين الزكاة التي هي فريضة وبين الصدقات والتبرعات التي هي من باب النافلة أما الزكاة التي هي فريضة فمصارفها محدودة قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وذكر ثمانية أصناف لا تاسعة لها هذه الثمانية أصناف هي التي تستحق الزكاة ولا يستحقها صنف آخر بينما الصدقات فبابها واسع ومفتوح التبرعات والصدقات النافلة بابها واسع حتى وإن استفاد منها الأغنياء نعم يجوز للغني والمقتدر والذي يخرج زكاة أمواله أن يستفيد من أموال الصدقات والتبرعات الصدقات العامة يعني حتى نقرب المسألة نحن نصلي في مسجد هذا المسجد الذي تصلي فيه أنت أيها الغني أمواله تصدق بها رجل أو تصدقت بها امرأة أو هي عبارة عن تبرعات جمعت من الناس وأنت غني ومقتدر واستفدت من هذا المسجد تصلي فيه إذن أنت استفدت من الصدقات ومن التبرعات حتى وإن كنت غنيا لأن الأمر غير مقصود كذلك الحالة السجادة التي تصلي عليها في المسجد هذه السجادة تصدق بها رجل أو امرأة أو ربما تبرعات جمعت حتى اشتروا بها هذا السجاد وأنت غني ومقتدر وتصلي عليه واستفدت منه كذلك الحال في المكيف في ثلاجة الماء فالصدقات والتبرعات يجوز أن الإنسان الغني أن يستفيد منها دون طمع في هذه الصدقات دون طمع في التبرعات يعني هناك حديث في الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل قال لا تصدقنا الليلة فخرج وتصدق في الليل فوقعت الصدقة في يد غني فأصبح والناس يقولون تصدق البارحة على غني فقال على غني لا تصدقنا الليلة بصدقة فخرج بصدقته في الليل ووقعت الصدقة في يد سارق فأصبح والناس يقولون تصدق البارحة على سارق فقال على سارق لا تصدقنا الليلة بصدقة فخرج فوقعت الصدقة في يد امرأة ربما من البغاية فأصبح والناس يقولون تصدق البارحة على امرأة بهذا الحال فانظروا كيف أن الصدقات والتبرعات بابها واسع قد تقع في يد غني قد تقع في يد ربما حتى سارق يستفيد منها فالصدقات والتبرعات بابها واسع لكن الزكاة لا بد أن تعطى لأصناف معينة كيف نجمع بين إعطاء الزكاة للفقير ولا نقرعه ولا نبكته بأن هذا المال مال زكاة وبين مسألة التحري هذا ما سنعرفه بعد الفاصل الذي أخبرنا عنه المخرج فتابعوا معنا حتى نرى كيفية الجمع بين الأمرين فتابعوا بارك الله فيكم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبعد آداب في الزكاة تكلمنا على من ضمن آداب الزكاة قبل الفاصل أنه ليس هناك داعي لأن يقرع الإنسان أذن الفقير والمسكين بأن هذا المال مال زكاة نص على ذلك الحسن البصري والإمام أحمد وقالوا ليس هناك حاجة لأن يقرعه بهذه الكلمة وقال أحمد لما يبكته أو يكبته بهذه الكلمة لماذا تصدعه وتصدمه بهذه الكلمة كيف نجمع بينها وبين مسألة التحري في أموال الزكاة لأن الزكاة مطلوبة لأصناف معينة فكيف نجمع بينها وبين مسألة عدم قرع سمع أو أذن الإنسان الفقير قالوا الناس على أصناف الناس على أصناف وقد قسمهم الناس إلى ثلاثة أصناف لا رابع لها صنف نعلم أنهم أغنياء وليس من أهل الزكاة أصلا وصنف ثاني نعرف أنهم من الفقراء ومن المساكين ومن أهل الحاجة وصنف ثالث في المنتصف لا نعرف من حالهم ما يجعل القلب يطمئن إلى أنهم من أهل الاحتياج أم لا ثلاثة أصناف من الناس أما الصنف الذي هو تبين لنا فقره وتأكد لنا أنه من أهل الاحتياج إما أننا نعرفه لقرابة بيننا وبينه أو لأنه من الجيران الذين نعرف مدخله ومخرجه أو أن الناس شهدوا مثلا على أن هذا الإنسان إنسان فقير ومحتاج فهذا الإنسان قال تعطيه المال وليس هناك داعي لأن تخبره بأن المال مال زكاء لأن هذا الرجل من أهل الزكاء فتعطيه ولا تقرعه بهذه الكلمة ولا تكبته أو تبكته بهذه الكلمة هذا الذي عرفت من حاله أنه فقير أو مسكين أو من أهل الاحتياج أعطيه ولا تخبره بأن هذا المال مال زكاء أعطيه المال وقل له لعل الله ينفعك بهذا المال امسك هذه الدنانير أو الأموال لعل الله عز وجل أن ينفعك بها لعلك تتعالج بها لعلك تصلح بها شيئا من شؤون حياتك أو أن الله عز وجل قد وهبك رزق من السماء فاقبله واخذه أي كلام من هذا القبيل لكن لا تقول له هذا المال مال زكاء حتى لا تقرعه بهذه الكلمة ولا تجرحه وتجرح شعوره هذا الصنف الذي هو فقير ومسكين ومنه الاحتياج هناك صنف آخر من الأغنياء الذين نعرف أنه حرام عليهم الزكاء هؤلاء حرام عليهم الزكاء مثل من؟ مثل الإنسان الغني الموسر يعني قد يرى إنسان غني موسر عندك مال يعني هب أن إنسانا جاء وعطاك ألف دينار وقال هذه أموال زكاء خذها وإعطيها لمن تعرف أنه من أهل الفقر أو الاحتياج رأى عندك ذاك الغني ألف دينار وربما هو أقرضك شيء من المال قال لك أعطيني هذا المال فهذا المال مال زكاء ولا يحل لهذا الغني فتخبره بهذا المال مال زكاء حتى لا يقترب منه الغني أيضا ابنك ابن ابنك ابن ابنتك أو والدك أو والد والدك الناس الذين تحرم عليهم الزكاء هؤلاء إذا رأوا عندك أموالا ربما ظنوا أنك صاحب مال وموسر وغني لا بأس أن تخبرهم بأن هذا المال مال زكاء حتى يرتدع ولا يأخذ شيئا من هذا المال ولا يظن بك شيئا آخر فهذا الذي هو غني ونحن نعرف من حاله أنه غني وليس من أهل الزكاء هذا لا بأس أن تخبره بأن المال مال زكاء لأنه سوف يعف نفسه عنه ولن يأخذ المال هناك حديث في الصحيح من حديث عبد الله بن العباس أن أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله اجعلنا على الصدقات على الزكاء فنأخذ مما يأخذ منه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ألا إن الصدقة يعني هذه الزكوات لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل النبي صلى الله عليه وسلم انظروا أخبرهم أن هذا المال مال زكاء لماذا حتى يبين لهم أن مال الزكاء لا يصلح لكم فهؤلاء سوف لن يأخذوا من مال الزكاء لا بأس أن تخبرهم بأن هذا المال مال زكاء إذن عندنا شريحة فقراء ومساكين نحن نعرف أنهم من أهل الزكاء هؤلاء يعطون من الزكاء والصدقات ولا تخبرهم أن هذا المال زكاء أو صدقة حتى لا تجرحهم ولا تقرعهم بهذه الكلمة القسم الآخر الذين هم أغنياء ومن الموسيرين والمقتدرين هؤلاء لا بأس أن تخبرهم لأنهم سوف لن يأخذوا من هذا المال بقي الصنف الثالث الذي في المنتصف وهم أناس أتوا إلينا وأخبرونا بأنهم من أهل الاحتياج نحن لا نعرف من حالهم أنهم من أهل الاحتياج لكن هم جاءوا وأخبروا بأنهم من أهل الاحتياج وأنهم عليهم ديون وربما أتى بأوراق تثبت الديون وما إلى ذلك فهؤلاء لا بأس أن تعطيهم وتخبرهم بأن هذا المال مال زكاء لماذا؟ حتى يحطاط هذا الإنسان إذا كان من أهل الصدقات والزكوات أخذ المال ولا حرج ولا إشكال أما إذا كان هو ليس من أهل الزكاء وليس من أهل الصدقات وليس من الذين يقبلون الزكاء عند ذلك يرتدع ويرجع ولا يأخذ الزكاء فثلاثة أصناف من الناس إذا وضعناهم أمام أنظارنا نعرف بعد ذلك من الذي نخبره بأن هذا المال مال زكاء ومن الذي لا نخبره بذلك انظروا هذا من الأدبيات أو الأشياء التي أدبت بها الزكاء الناس ويا عدم قرع أذن الفقير والمسكين بأن هذا المال مال زكاء آداب في الزكاء من الأداب التي أدبتنا بها فريضة الزكاء هذه أن الإنسان الغني يجب أن يعرف أن المال ليس ماله هو حتى وإن كان هو مستأمن عليه يعني أنت عندما أعطاك الله عز وجل المال هذا المال ليس مالك أنت هذا شيء وهبه الله عز وجل لك أنت عبارة عن خزانة لهذا المال كيف ستتصرف فيه أنت عبارة عن واسطة في هذا المال أين ستنفقه أين ستؤدي هذا المال وستذهب به أما المال فليس مالك أنت قال الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هذا في سورة النور وآتوهم من مال الله فالمال مال الله وليس مالك أنت أيها الغني عندما تخرج زكاة أموالك ضع في نفسك أن هذا المال ليس مالك أنت أنت عبارة عن واسطة فقط أحسنت استعمال المال ومن ضمن إحسانها أن أخرجت الزكاة أما هذا المال ليس مالك أنت هذا مال الله عز وجل أعطاك إياه وحرم غيرك فلا تظن أنك عندما تعطي الفقير زكاة مال أنك أعطيته شيئا من ملكك أنت وجصدك أنت وانت الذي جئت به لا قارون عندما عاتبه الله عز وجل عاتبه من أجل كلمة إنما أوتيته على علم عندي هذا فلوسي نئ أنا جبت الفلوس فعاتبه الله عز وجل فخسف به وبداره الأرض فالمال من الأساس هو مال الله وأيضا الزكاة التي تخرجها يا عبد الله هي ليست مالك أنت هي مال الفقير الزكاة التي تخرجها إذا دعت تخرج ألف دينار ألفين دينار زكاة حسب المال الذي عندك هذه القيمة التي ستخرجها للزكاة ليست مالك أنت حتى لا تمن على الفقير حتى لا تمن على المسكين أنت تمن عليه بمال ليس مالك أنت الزكوات هذه ملك للفقراء ملك للمسكين من حق المحتاجين ليست حقك أنت وليست ملكك أنت ولذلك لا يجوز لك أن تمن على الفقير قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء هذه تخصهم هم وملكهم هم وليست لغيره فالمال ليس مالك أنت كل مالك ليس مالك أنت هالمال مال الله وبمقدور الله عز وجل أن يذهبه عنك ولو في لحظة واحدة فالمال ليس مالك وأيضا مقدار الزكاة الذي ستخرجه هذا أيضا ليس مالك أنت حتى لا تتجمل على الناس وتمن على الناس هذا المقدار هو ملك للفقراء وملك للمسكين هناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي يعني فلوسي فلوسي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأنضيت أين هو مالك ما عندك شمال مالك هو الذي أكلت في بطنك أو الذي لبست به ثيابا أو تصدقت به فأبقيته في الآخرة أما الباقي سوف يبقى للورثة ليس لك أنت ليس مالك أنت فالمال كله إنما هو مال الله والزكاة أيضا التي تخرجها هي حق للفقراء وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا حق للسائل وليس لك أنت فيجب أن يعرف الغني الموسر عندما يخرج زكاة ماله أنه يعطي أموال ليست أمواله هو إنما هي أموال المحتجين والفقراء والمساكين عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ثم أمره بأشياء وقال له وأعلمهم أن الله افترض عليهم أموالا تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فيأخذ حصة من مال الغني فيرد في الفقير لأنه من حق الفقير وليس من حق غيره فالمال من الأساس كله مال الله وليس مال الإنسان الغني فلماذا يمن بعد ذلك الإنسان الغني على الفقير والمسكين ليش يتجمل على الناس بإخراج زكاة المال المال كله ليس مالك أنت الحصة التي ستخرجها للزكاة أيضا ليست مالك أنت فلماذا تمن والشيء ليس ملكك فالزكاة جاءت حتى تؤدب الناس وتعرفهم أن المال ليس مال الغني حتى لا يمن ولا يتجمل ولا يتفضل عليهم ولا يتكرم عليهم ولا يتعظم عليهم وهذا شيء من آداب الزكاة التي علمتنا إياه هذه الفريضة فإذا جئت أن تخرج زكاة أموالك فاعرف أن المال هو مال الله أن الصدقات والزكاوات هذه حق المسكين والفقراء ورد عن بعض السلف أنه كان إذا رأى فقيرا أو مسكينا وراد أن يعطيه شيئا فيقول مرحبا بالذي سوف يأخذ أزوادنا إلى الله رب العالمين لأنه سوف يأخذ هذا المال ويرفع الأجر بعد ذلك إلى الله رب العالمين آداب في الزكاة من ضمن الآداب التي دلتنا عليها الزكاة والتي أدبتنا بها هذه الفريضة أن الإنسان لا يرجو المنفعة من وراء الزكاة لا يرجو المنفعة من وراء الزكاة يعني الإنسان الذي يخرج زكاة أمواله اشترط عليه العلماء إذا أراد الأجر والثواب أن لا تعود عليه بمنفعة إذا فعل الإنسان ذلك ضع أجره أما إذا لم يرجو منفعة وأعطى الزكاة هكذا لوجه الله للفقراء والمساكين فهذا الذي يرجى له الأجر والثواب قد يقول قائل اعطنا أمثلة حتى نعرف كيف يتصدق الإنسان ويخرج الزكاة ويرجو من ورائها النفع حتى نتفادى ذلك فنقول مثلا عندنا رجل تاجر وعنده عامل يعمل معه من الفقراء والمساكين العامل هذا ربما من أهل الاحتياج ومن أهل الزكاة لكن الغني عندما يعطيه الزكاة لم يعطيه الزكاة لأجل أنها فريضة ولأن الله فرضها عليه أو لأن هذا المال الزكاة حص للفقراء والمساكين لا أعطاه وفي نيته أن يبقى هذا العامل يعمل معه ويخدمه فهذا الغني قد أعطى زكاة وكان يرجو من ورائها النفع إذا أعطى الغني الزكاة ورجى من ورائها النفع الزكاة حاصلة لكن الأجر منه قد حرم هذا الإنسان أو حرم الإنسان من هذا الأجر يعني مثلا إنسان يعطي لأقربائه من الزكاة تجد إنسان غني يعطي لبعض أقربائه من الزكاة من الفقراء والمساكين لماذا تعطيهم؟ قال أنا أعطيهم حتى أسكت أنسنتهم أعطيهم حتى أأمنوا شرهم أعطيهم حتى أتفاذ مشاكل عائلية ربما تحدث فنقول أنت دفعت الزكاة وكنت ترجو من ورائها النفع إذا دفعت زكاة مالكة ورجوت من ورائها النفع فالزكاة حاصلة والأجر قد حرمت منه قال الله عز وجل في القرآن وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم قال وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون انظروا حتى تفرق بين الأمرين وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله عندما تدفع أموالا للناس وأنت ترجو نفعهم هذا لا يربوا عند الله لا يزيد عند الله وما أتيتم من ربا ربا يعني من زيادة هذا هو الربا الوحيد المباح في القرآن الكريم وهو منافع الناس فيما بينهم وبين بعض يعني تجد المرأة مثلا عندما تضع مولودا تذهب إليها جارتها أو صديقتها أو قريبتها فتعطيها عشر دنانير ثم بعد ذلك ترجو هذه المرأة أن تردها له هذه المرأة التي ولدت بعشر دنانير وزيادة عشر دنانير وهدية أو تردها خمسة عشر دينارا هذه من الأشياء المباحة في الشريعة يعني اليوم هناك رجل يريد أن يزوج ابنه تأخذ له هدية مثلا مئة دينار وتعطيها له مع أن المئة دينار لا تساوي شيء لكن نمثل فقط تعطيه مئة دينار حتى ينتفع بها في عرس ابنه وأنت بعد ذلك تزوج ابنك فيأتيك الأول ربما يعطيك مئتين دينار أو خمسمائة دينار حتى تزوج ابنك أنت دفعت المال هنا رجاء المنفع من الإنسان الآخر هذه منافع الناس فيما بينها وبين بعض هذه لا ترجو أجرها وثوابها عند الله وما آتيتم من ربن ليربوا في أموال الناس ليزيد بين الناس بعضهم لبعض فلا يربوا عند الله أما الزكاة والصدق قالوا ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الذين يدفعون الزكاة ويرجون الأجر والثواب من الله هؤلاء هم الذين يضاعفوا الله عز وجلهم الأجر فمسألة إعطاء الزكاة وأن ترجو من ورائها النفع هذا الخلق أدبتنا الزكاة أن نمتنع منه إذا أخرجت زكاة مالك لا ترجو نفعا من الإنسان الذي أعطيته إنما أعطي المال للفقير وللمسكين ولا ترجو من وراء ذلك نفعا نفعك أم لم ينفع أنا أريد وجه الله أنا أريد أن أخرج الزكاة أنا أريد أن أصفي أموالي وأطهر أموالي وأنقي أموالي فالإنسان يعطي للخادم من أجل أن يخدمه أو يخدم والده ووالدته يعني بعض الناس مثلا تجده مريض في البيت وعندهم خادمة في البيت تقوم على والدته أو خادما يقوم على خدمة البيت إذا جاء يخرج زكاة المال يحسب هذا الخادم لماذا حسبته؟ قال حتى يتقن العمل مع والدي في البيت أو حتى تتقن الخادمة العمل مع والدتي فنقول هذا حرام لماذا؟ لأنك أعطيت الزكاة وأنت ترجو نفعها من الإنسان والذي يعطي زكاة ويرجو نفعها من الإنسان يحرم من الأجر والثواب وما أتيتم من ربن ليربوا في أموال الناس تريدون المنافع من الناس فلا يربوا عند الله لا يزيد عند الله أما الذي يطلب الزيادة والأجر والثواب هذا الذي يعطي زكاته من أجل وجه الله سبحانه وتعالى لا نريد من وراء ذلك جزاء ولا شكور ولا منفع وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقد سأل أبو داود الإمام أحمد هل يعطي الإنسان قاربته من مال الزكاة قال نعم إذا لم يرجو نفعهم إذا لم يرجو نفعهم لا ترجو من ورائهم منفعة إذا أعطيت الزكاة أعطيها خالصة لوجه الله الكريم ولا تنتظر من أحد أن يشكرك بشيء آداب في الزكاة حقيقة فريضة الزكاة هذه فيها كثير من الأدبيات وكثير من السلوكيات الطيبة التي أرشدت إليها الزكاة ليست بصورة مباشرة إنما عن طريق الإلمان بالنصوص والدراسة والتؤدة لهذه الفريضة وهذه الشعيرة التي يركم من أركان الإسلام أيضا الزكاة حقيقة جاءت حتى تربي نفوس الناس حتى تربي نفوس الناس تربي الإنسان يكسب حلالا تربي الإنسان أن لا يمن بالعطية على الإنسان الفقير تربي الإنسان وتؤدبه أيضا أن لا يستشعر أنه يعطيهم من المال الذي هو أتى به بعرقه وجبينه وبعلمه ولا وأتت أيضا حتى تخبرك بأنه ليس هناك داع لأن تقرع أذن الفقير وتخبره بأن المال مال زكاة حتى لا تجرحه ولا تجرح شعوره أيضا أتت الزكاة حتى تبين للناس أن المكاسب ينبغي أن تكون من الحلال كل ذلك حتى يقبل الله عز وجل منك هذا الكسب وهذا العطية أو هذه العطية انظروا إلى هذه الأداب التي أدبتنا بها شريعة الإسلام من خلال فريضة الزكاة هذا كله يدلك على أن جميع ما شرعه الله عز وجل لنا إنما شرعه لأجل منفعة لنا ولأجل مصلحة لنا يعني عندما فرض الله عز وجل علينا الفرائض والشعائر الإسلامية لم يشرعها حتى نزيد في ملك الله عز وجل شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولياذا نحن عندما نتعبد لله عز وجل لن نتعبد لأجل أن نزيد الله عز وجل منفع أو شيء بل ذلك هو خير لنا نحن وليس لغيرنا نحن الذين نستفيد وأيضا كذلك النواهي يقول الليث بن سعد بالمناسبة كل ما نهت عنه الشريعة كل ما نهت عنه الشريعة لو نظر إليه ذو اللب لعلم أنه لا يصلح لنا لا يصلح لنا نهانا عن الخمر لا تصلح لنا نهانا السرقة لا تصلح لنا نهانا عن شرب معذرة عن القتل عن سفك الدماء كل ذلك لا يصلح لنا أمرنا بالصلاة لأنها تصلح لنا لأن فيها تواصل بين العبد وربه أمرنا بالدعاء لأن فيه تواصل وربط الحبل بينك وبين الله كل الشريعة الإسلامية جاءت حتى تؤدب الناس وتهذب النفوس وتربطها بالله تبارك وتعالى والوقت قد أزف فيما أخبرنا به المخرج بارك الله فيه وما زال عندنا ما نقول إلا أننا لا يسعنا في هذه اللحظة إلا أن نشكر حضراتكم على الجلوس ونسكر السادة الذين هم خلف الكاميرات وفي الإخراج ونشكر السادة أصحاب القناة وفي كل حلقة نقولها لأنهم فتحوا لنا المجال بارك الله فيهم حتى نتذاكر في شيء من دين الله نتذاكر في كلمة سواء يرتضيها القاصي والداني يحبها الجميع ويجتمع حولها الجميع وما زال عندنا ما نقول في هذه الفريضة فتابعوا معنا في الجمعة المقبلة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة